من أكتر من ثلاث سنين أخدت أكبر قرار في حياتي بعد السفر قررت أتجوز ودلوقتي بعد المدة دي قررت أخيرا أحكي لكم عن تجربتي في الجواز خصوصا أني اتجوزت وأنا لسه طالب وإيه اللي تغير في حياتي وفي شخصيتي بعد الجواز والخلفة وإيه الصعبات اللي ممكن الواحد يواجهها لو قرر ياخد الخطوة دي وإزاي يقدر يتغلب عليها الجواز بشكل عام بيكون بسيط جدا في أوروبا ومفوش دوشة كتير اتنين بيقرروا أن هم يرتبطوا فيجهزوا نفسهم بأقل الإمكانيات وبيختاروا شقة صغيرة أو بيت صغير ليهم يحتويهم وبيجيبوا الأساسيات بس اللي هم محتاجينها ومن هنا جاء القرار أن أنا وزوجتي الحالية أن إحنا نتجوز لأن كل واحد فينا كان عايش في مدينة مختلفة عن التاني وصعب أن إحنا نتقابل من وقت للتاني كمخطوبين فكان القرار الأنسب أن إحنا نتجوز ونعيش مع بعض لكن القرار ده ما كانش سهل حتى لو إحنا عايشين في أوروبا والجواز بيكون بقل الإمكانيات وبشوق متأجرة وكده لأن الواحد لسه طالب وبيبدأ حياته وحياته لسه مش مستقرة في ألمانيا فكان قرار يعتبر فيه شجاعة كبيرة فترة العظبية بتاعتي كانت فترة إلى حد ما ما فهاش مسئولية كبيرة رغم أن أنا كنت عايش لوحدي في بلد غريبة وكل حاجة أنا مسئول فيها عن نفسي لكن مقارنة بالجواز أنا كنت في مسئولية صغيرة جدا يعني عايش حياتي بالشكل اللي أنا عايزه بنام في الوقت اللي أنا عايزه وبخرج في الوقت اللي أنا عايزه كل حاجة أنا مسئول منها ومفيش رقيب علي غير ربنا وطبيعة عيشتك تعيشها زي أي واحد مخترب عايش بأقل الإمكانيات ساكن في قوضة في سكن الجامعة من أصغر القوض ومن أرخص القوض اللي في ألمانيا أكلي وشوربي يحدث ولا حرج باكل أي عك في أي عك بحاول أوفر على قد مقدر وكان ساعتها طبعي أن أنا بحاول أنتج وأشتغل وذاكر وأعمل فلوس بأكبر قدر ممكن ما عنديش حاجة في حياتي غير الموضوع دوت وهو ده هدفي في الحياة بغض النظر بقى عن صحتي على راحتي وقت فراغي لا على قد ما أقدر أشتغل وطلع فلوس كنت بعمل كده وديكت أولوياتي الوحيدة ساعتها وده ينتج عنه أن حياتي كانت قلية بشكل كبير يعني أنا بقوم بشتغل على قد مقدر بفتس من التعب بعمل أكل نفسي باكل بنام خلصة الحياة بدأت يومي من جديد ما فيش أي اجتماعيات إلا شوية الصحاب اللي بتقابل معاهم من وقت للتاني لما بقفل علي بابي خلاص أنا الوحدي وعايش حياتي كلها مع نفسي وده يجي بقى للحتة أن أنا بدأت أحس بالشعور بتاع الغربة وأن أنا ما عنديش أي حاجة اجتماعية أنا شغال زي الإنسان الآلي ترس محطوط في مكنة شغال على طول ما عندوش أي مشاعر كل دا تغير أول ما تجوزت بقى في إنسانة ما أنا مسؤول منها كان ما كان فيه واحد أنا مسؤول منه بقى فيه 2 مسؤولين مني وطبعا أنا في حاجات أقدر أجي فيها على نفسي ما أقدرش أجي فيها على أمراتي لأنها تعتبر أمانة أهلها الدهالي وأنا مسؤول منها قدام أهلها وقدام ربنا فأنا لازم أحافظ على الأمانة ديت وأعيشها في أحسن حاجة أنا ممكن أعيشها فيها وساعيتها بقى أنت مش مسؤول بس عن إنسانة أنت مسؤول برضو أنك أنت لازم تبقى مشاركها في حياتها بشكل ما اهتماماتها لازم تكون أنت بتقضيها معاها الحاجات اللي بتحبها تدهالها الحاجات اللي بتكرهها تبعد عنها مش كل حاجة اللي أنت عايزه هو اللي يتم لازم يبقى فيه خدوهات ولازم أنانية الواحد أنه هو يبقى عايش حياته بالشكل اللي هو عايزه لازم تقل ويحترم الطرف الثاني واختياراته حياتي الاجتماعية طبعا كبرت بشكل كبير جدا أنا كانت عايش لوحدي بقى فيه إنسانة عايشة معايا وكمان الإنسانة دي لها أهل أنا بتعامل معاهم وبيعتبروني جزء من أسرتهم فحياتي الاجتماعية حاليا غنية جدا لو تشوفوا الفيديو اللي هيطلع في الآية اللي فوق دوت أنا اتكلمت عن الموضوع ده باستفادة إن الغربة خلاص الغربة شبه انتهت بسبب الموضوع دوت فحياتي بقيت أكثر قادمية الأكل بقى أحسن طبعا لأن المراتي بتاع فتطبوك أحسن مني البيت بقى نظيف على طول مافيش العشوائية والكركبة بتاعت الواحد وهو عايش سنجل فحياتي بقيت أقل تقشفا وأقل بهدلة بقيت حياة إنسان طبيعي موجود في أسرة وبياخد ويدي مع الأسرة دي وده يودينا المقطة كمان إن الواحد بقى بدل ما بيقضي كل وقته في الحاجات اللي هو بيحب يعملها لا لازم تقضي وقت مشترك مع زوجتك عشان يبقى في حياتكو الاجتماعية مع بعض يعني لو في حاجة هي بتحب تعملها لازم تكون بتقضيها معاها عشان هي برضو الحاجة اللي انت بتحبها تقضيها معاك لازم يكون فيه يعني زي اندماج للاهتمامات بتاعتكو ويا سلام لو في حاجات مشتركة في الاهتمامات بتاعتكو زي اللي أنا بلعب مع مراتي حاليا بوب جي كل يوم بالليل قبل من نام فهي الحياة بشكل عام بقت أحسن بعد الجواز لكن وقت الفراغ اللي انت بتعمل فيه الحاجة اللي انت عايزها 100% قل ودي انا شايفها تطحية منطقية جدا لانك انت بتاخد حاجات كتير قوي وصدت حاجة صغيرة جدا صحيح انا واحد من الناس اللي اتجوزت بقى قل الإمكانيات لكن انك انت تقدر تتجوز حاجة وانك انت تبدأ تصرف على بيتك دي حاجة تانية يعني مثلا المصاريف بتاعتي او المصاريف الشهرية بتاعت البيت دلوقتي زادت حوالي 3 أضعاف من أيام ما كنت عايزة اضيف عليها كمان ان الحياة في المانيا عملت اغلى مع الوقت لكن الموضوع دوت مدايقنيش بالعكس انا اداني دافع اكتر ان انا اجتهد وابقى احسن في شغلي وفي دراستي بحيث ان انا ازود من داخلي علشان اصرف على بيتي واقدر اكفيه ما خلهوش يحتاج لأي حاجة تانية من برا فهو اه مصاريف زيادة لكن برضو بيجي معها الدافع اللي بيخليك تاهد علشان بيتك لكن انا لازم برضو احط في ذالي ان يبقى فيه توازن ما بين ان انا بحاول اعمل فلوس عشان اكفي بيتي وان انا اكون موجود في بيتي وعيش مع اسرتي لان انت لو انت شغال وعلا طول طحن نفسك شغل علشان تصرف عليه ومنت كده ما بقتش رب اسر انت مبرد بقيت ممول للأسرة دية فانا لازم وانا باجتهد وبابزل مجهود علشان اقمن اسرتي ماديا ان انا منساش ان اسرتي اللي حقوق علي تانية غير الحقوق المادية وده اللي انا بحاول اعمله اللي انا توازن بين الاتنين فبحاول اللي انا اجتهد ان انا اتعلم اكتر بحيث ان يبقى سعري اغلى فلما اشتغل وقتها اقل يبقى الفلوس متأثري على مستوى بقى دراستي الموضوع يعتبر بقى افضل لانك انت عندك زوجة بتقولك انت عندك امتحان بكرة ما تكسلش تقوم تذاكر لا قوم زاكر علشان نخلص من الجامعة ونخلص ونشوف اللي ورانا بعد كده فهو دراستك وده اللي انا لاحظته بعد لما اتجوزت الحمد لله دست في دراستي اكتر وماكنتش الجواز العائق اللي ممكن ان الواحد يقول عنيه ده عائق يخليك ما تتجوزش وانت بتدرس لا بالعكس ده بيساعد انك انت تدرس قبل بس ما نكمل الفيديو عايز اقولكم كلمة بسيطة عن سبونسر الحلقة دي شركة ايفست شركة ايفست هي شركة استثمرات وتداول عالمية تقدر تستثمر في الدهب في السندات في الاسهم اي حاجة ممكن تقدر تستثمرها فيها كمان لو انت لسه مبتدق في الموضوع دوت وعايز تستثمر بشكل اقل خطورة ممكن تستخدم الميزة اللي موجودة عندهم اللي هي ايفست وسكوبي تريد دي بتخليك تشوف احسن الناس اللي بتتداول بتعمل ايه بتبيع عنها اسهم بتشتري ايه وتقلدهم بحيث ان تبقى المخاطرة بتاعتك اقل ما يمكن كمان الميزة اللي موجودة في شركة ايفست ان الاسهم اسهم حقيقية وبتقدر تتداول فيها بنسبة 0% عمولة لو سجلت في الشركة دلوقتي تقدر تاخد بونس 100% على اول اداع ليك موجود في الشركة يعني انت لو حطيت مثلا 100 دولار دلوقتي او 200 دولار الـ 200 دولار ديت هتبقى 400 دولار تقدر تتداول بهم وتشتغل بهم يعني فلوسك اتضعفت من قبل ما تعمل اي حاجة ولو لسه خايف وعايز تجرب من غير مدخاطر خالص تقدر كمان تعمل لك حساب تجريبي تجرب فيه بفلوس طبعا مش حقيقية يعني مش هتستهلك فلوسك الحقيقية فتقدر انك انت تتدرب وتتداول في العملة من غير ما يكون فيه اي مشكلة عليك ولا انت حاطت اي فلوس حقيقية منك كل الروابط بقى بتاعت الشركة هتلاقوها موجودة في الـ description تحت نرجع يلا للفيديو بسرعة عشان نكمل كلامنا عن الجواز نيجي بقى الموضوع الخلفة الخلفة مش من الحاجات السهلة اللي الواحد يقررها وينفزها خصوصا ان انا وامراتي ان احنا نختار ان احنا نخلف في الوقت دوت كان اختيار جريء جدا خصوصا ان انا لسه بدرس وامراتي لسه هتدرس فانك انت تختار انك انت تتخلف في الوقت دوت فيه ناس ممكن تشوف ان هو مش احسن القرارات لكن انا شايفه ان هو كان من احسن القرارات ان الواحد يخلف دلوقتي علشان مايربيش ابنه وهو عجوز يعني انت ما تكونش حياتك وتبقى خلاص بانيت كل حاجة وبعد كده تخلف طفل يتشوفه عشر سعين بعد كده ربنا يفتكرك لا انا شايف ان من الاحسن ان الواحد يخلف ابنه يصاحبه وهو سنه قريب منه ويعيش معاه فترة كبيرة من حياته بس قبل ما الواحد يخلف لازم يكون عنده في حتة اللي هو يقدر يستحمل اللي هو يكون عنده طفل لان الخلفة مش سهلة خالصة وكلمة ان محدش هيعرف يعني ايه الخلفة الا لما يجرب دي فعلا كلمة حقيقية جدا دي كانت بتتقلي من والدتي ووالدي وانا ما حستهاش الا ما خلفت الخلفة بتحتاج مجهود جبار من الاب وكمان خصوصا من الام الام بتتمرمض والزوج والزوجة بينسوا ان هما يهتموا ببعض وبيتجه اهتمامهم للشيء الجديد او للشخص الجديد اللي وصل للدنيا دي كل حياتهم بتلف حوالين الطفل دو ده غير بقى التأجهزات والسرير الاطفال وعربية الاطفال فانت بتلاقي المشتريات بتاعتك قبل الخلفة حاجة وبعد الخلفة حاجة تانية خالص ايه اسعار البامبرز بتدور عليها تمانا كام اسعار الهدوم كل اسبوعين لازم تغير له هدوم جديدة لان الطفل ما شاء الله بيكبر بسرعة ففي شقلبة في البيت بتحصل انهم مثلا ما بنعرفش النامك طول الليل بيفضل يصحى الطفل ملغبط حياتنا بشكل كبير جدا بس في نفس الوقت فيه شعور غريب جوانا ان احنا عايزين نخلي الطفل دوت يعيش احسن حاجة ممكنة شعور فعلا لازم الواحد ديجرب ان هو يكون اب او ام عشان يعرف الموضوع دوت انت بتدي ومش عايز تاخد منه حاجة انت بجرد عايزه يكون في احسن صورة ممكنة وطبعا مع الخلفة بالنسبالي يبقى كده فيه زيادة مسئولية لازم انا اجتهد اكتر علشان اسرتي لان فيه شخص زيادة جاه في المسئولية اللي عندي ودي حاجة بتخوف شوية الواحد بس في نفس الوقت بتخليني فخور ان انا اقدر اجتهد واخلي اسرتي في احسن حالة فلو حد فيكو بقى عايز ياخد النصيحة مني يعمل ايه لو هو هياخد الخطوة دية زي ما انا ما عملت اولا ما تتجوزش الا انت قادر تفتح بيت قادر تصرف على نفسك وبتقدر تجيب فلوس زيادة على الاقل ضعف اللي انت بتصرفه يبقى تبدأ تقول انك انت جاهز تتجوز لانك انت مش هتجيب بنات الناس وتقعدهم معاك وبعد كده تبهدل مراتك دية تجوّعها تعيشها في مكان وحش فانت لازم ماديا تكون متزبط قبل ما تيجي تقول انا عايز اتجوز تاني حاجة لازم تبقى عارف ان الموضوع مش هيفضل طول الوقت وردي لأ هيحصل فيه مشاكل ويحصل فيه خلافات ما بينكم فانت لازم يكون عندك احساس بالمسئولية والصبر لان انت المسئول عن البيت دوت ثالث حاجة الخلفة مش سهلة خالص والطفل محتاج كل الوقت بتاع الاب والام طول ما انت عندك وقت لازم تديه لابنك لان ابنك مهما اديته وقت هو هيحتاج اكتر رابع واهم حاجة انك انت وانت بتختار الزوجة اختارها كويس جدا جدا لان الزوجة هي اللي هتخلي حياتك يا امتا جحيم يا امتا حياتك جنة فانت لو ما اخترتش صح هتتبهدل في كل اللي جاي مش هتحافظ على فلوسك مش هتعيش بشكل كويس مش هتطيعك فركز كويس قوي وانت بتختار زوجتك بس كده ده فيديو النهاردة لو عجبكم اعملوا لايك للفيديو ولو لسه مش مشتركين في القناة اعملوا سبسكرايب واشوفكم قريب جدا في فيديو جديد سلام موسيقى